هذه الأم المكلومة التي تجرعت الحسرة مرتين الأولى عند ارتقاء ابنها أمير قبل عام وكانت الحسرة الأكبر في فقدان نجلها الثاني وليد الذي ارتقى متأثرا بجراحه التي أصيب بها أثناء اعتقاله يوم الخميس الماضي في جريمة بدأت بالاقتحام وإطلاق النار والقتل واحتجاز الجثمان لتكون مكتملة الأركان لسه بلبس في الليانس اللي هو صار خالع الباب وطالع يركض على وليد بسرعة طلع يرمح عليه على فوق بعدها في الشيء تواني أنا سمعت صوت وليد بنادي يما يما فكرت أنه حطينه وأخوه بدربوا فيهم سمعناه لما انطخوا بعدها وليد صار نادي علي يما يما آخ يما يما وأنا كل فكري بدربوا فيه فيش يعني جايين جايين بس بدهم يصفوه ما رديوش يورروني أنا دبيت أركض وراه دزني وسكر البواب وطلعوا فيه بسرعة يركضه هذه الدماء المدرجة على الأرض هي شاهدة على جريمة الاحتلال بحق الشهيد وليد خليفة الذي ترك خلفه أربعة أطفال أصغرهم شهران وزوجة مكلومة حرموا منه إلى الأبد بفعل آلة القتل الاحتلالية التي لا تفرق بين صغير وكبير ليكون المشهد مشابها لما يجري في المحافظات الجنوبية مخيم العين غرب مدينة نابلس مسقط رأس الشهيد وليد يتعرض إلى هجمة محمومة من قبل قوات الاحتلال طالت العديد من الشبان فمنهم من ارتقى شهيدا ومنهم من اعتقل في ظل العدوان المتواصلي على المخيمات الفلسطينية في محافظة نابلس ديالا عسعوس تلفزيون فلسطين نابلس